أمواج مياندر حقيقة لم أكن أعلم سبب تسمية هذا العطر ولكن عندما شممته استحبتني مكينزي ريلي معها إلى ذلك النهر المتعرج الذي يفصل بين ضفتين في رحلة بين النوتات الشرقية الصحراوية الدخانية والنوتات الغربية الخضراء الرطبة وكان سؤالي عن لون العبوة لماذا الفستقي بالذات؟ إلا أنني أدركت بعد البحث أن هذا اللون هو نتاج الجمع بين الأصفر والأخضر العطر رحلة تأخذك إلى صلالة المدينة الخضراء الصحراوية الجميلة التي يفوح منها أجمل روائح البخور لا أريد الإطالة ولكن لكي تعشق هذا العطر خذ في تفاصيله السلام عليكم كل عام وانتم بخير يوم حاب أحكي عن عطر مميز جداً من دار عطرية مميزة المتابعيني على قناتي على اليوتيوب يعرفوا كم بحب عطور أمواج وشركة أمواج والتفرد والفكرة اللي بتقدمها أمواج في عطورها هون احنا بنحكي عن عطر جديد هو عطر مياندرمان من إصدار عام 2020 العطر من تصميم المصممة ميكنزي ريلي واضح اللمسة الأنثوية في هذا العطر كمية التفاصيل سواء في الباكيجينج بشكل العبوة وفي النوتات العطر هو عبارة عن بلسمي العطر سبايسي العطر سويتي العطر كريمي المكونات اللي بتعطيها هاي النوتات السبايسية القادمة من الفلفل الأسود والفلفل الوردي بالإضافة للزنجبيل اللي موجود في هذا العطر اللي بيعطي العطر هاي النوتة اللي فيها اللمسة السويتية الورد القادم من الخلف تحس الورد خجول في هذا العطر مش النوتة الرئيسية لهذا العطر زي مثلا عطر رفريكشن مان أو عطر ليريك مان أو حتى جولد مان المتوهج هذا التوهج داع الورد لا الورد وظيفته هون انه يظهر يعطيك الغنى في العطر ويجيك من الخلف ويعطيك الريتشنس نيجي على اللي بدانوم هون استخدمت المصممة نوعين من اللبان الزيت اللبان هونم يعطيه ثقل للمكونات والراتنجات ويعطيه الثبات والفوحان بالإضافة إلى اللبان الجاف يميعطيه هذا السموكي الدخاني الطابع الدخاني في هذا العطر اللي هو الجزء الصحراوي في هذا العطر بنروح على الخضروات المستخدمة وهو يعترفت باستخدامها للجزر هون واضح كمية من الخضروات المبللة مش الخضروات الجافة أنواع من الخضروات بالإضافة مع الفاتيفر الفاتيفر واضح كثير في هذا العطر الفاتيفر وظيفته يعطيه لغرين نوتس حتى لون الفستقي الأخضر الفستقي لهذا العطر بيعطيك هو مزج ما بين الأصفر والأخضر فبيعطيك هذا اللون فهو الصحراء والخضرة بنعرف منطقة صلالة وشد ضفار في عمان هو في قلب الصحراء منطقة خضرة جبلية فيها ينابيع فيها كمية من المياه فيها خضار فيها نخيل فيها أشجار فيها لوبان فهي خضار في قلب الصحراء هون التناقضات هون أصلا معنى ميندر التعرج أو الماء اللي بتمشي في التعرج أو حتى هي قريبة من اسم الشركة فهذا العطر عبر عن روح المنطقة عن روح صلالة عن روح عمان عن الجمال في المنطقة عن العذوبة في المنطقة ما في لمسة مائية في هذا العطر بالإضافة أنه في لمسة البودرية اللمسة الكريمية اللي مصدرها خشب الصندل اللي في القائد العطر ما بيشبه أي عطر من عطر أمواج بتوقع أمواج ومتأكد أمواج فكرت خارج الصندوق في إنتاج هذا العطر معروف عطر أمواج بدها الذوق خاص طابع خاص حدا بيحب عطر من نوع معين مثلا إذا بتحب الزهور إذا بتحب العود مثلا بتروح باتجاه انترلود بتحب السموكي أو التوباك وبتروح باتجاه ميموارمان إلى آخره ولكن هذا العطر مناسب لكل الأضواق لكل الأعمار لكل الفصول لكل اللبس فهو سهل الارتداء مش عطر معقد على طريقة جوبوليشن عطر فيه غنى في المكونات هاي كوالتي بيرفكتلي بلندد ولكن في نفس الوقت فيه سهولة في الارتداء فهون أمواج هذا ما بيشبه أي من عطورهم ما بيشبه خطهم ولكنه متميز بساطته وجماله هي تميزه صحيح بتشم كثير نوتات ولكنه ما فيه تعقيد خالي نهائيا من التعقيد إذا نحكي النوتات بشكل سريع الإفتتاحية اللبان بذور الجزر الفلفل الوردي والفلفل الأسود قلب العطر السوسن النرجس الورد قاعدة العطر قشب الصندل اللبان ونجيل الهند إذا بتلاحظوا استخدمت اللبان في القلب وفي القاعدة وهون استخدام نوعين من اللبان وحتى طريقة استخدام نوعين اللبان كأنهم على ضفتي نهر اللبان هون في القلب يختلف عنه في القاعدة هون الزيوت عشان تعطيه الطابع السويتي أو الطابع الدافي بينما اللبان في القاعدة بيعطيه لسموك اللبان الجاف فاستخدام زيوت اللبان تختلف عن اللبان الجاف إبداع بكل ما تمثل الكلمة من معنى لهذه المصممة أجمل العطور اللي مرت على أن في صفقة مربحة بنصح جدا بتجربة وشراء هذا العطور أو حتى تشتري عميان إذا صحيح لك بسعر مناسب سعر العطور من 240 إلى 300 دولار نعرف أسعار عطور النيش مرتفعة وخاصة عطور أمواج وإلى حد ما أمواج عطورها بتحافظ على سعرها فما في تخفيضات بالعداء على عطور أمواج بيكون التخفيض بسيط جدا يعني الرينج تاحها ما بينزل عن 200 دولار عطور هو روح الغرب بطريقة الشرق هو تلامس بلاد الشام حسيتها مع الصحراء هيك التقاء بتسرح وإنت بتشم هاي المكونات وكأنه عبارة عن نسج قصة أو حلم أو خيال سرمدية سردية جميلة يعني صدقا أنت بتعجز عن وصف طريقة اللي ممزوج فيها هذا العطور من الإبداعات اللي ما بتتكرر بتمنى أمواج تحافظ على هاي الطريقة على هذا الخط وتنتج لنا المزيد من هاي العطور اللي بتشبه ما يندر بدي أحكي نقطة مهمة في قرأت وسمعت كثير للناس بيشتكوا عن أداء هذا العطور صراحة الشكوى مش في محلها هذا العطور إصدار 2020 والنسخة اللي معاي نسخة 21 العطور ما لحق يصير فيه باتشات ويلعبوا في التركيز الأداء بالنسبة إلي من 10 إلى 12 ساعة ثبات وتزفير إناف بالفوحان أربع ساعات مش بحاجة لعطور يكون ثباته وفوحانه أكثر من هيك هذا أولا اللي بيحكي أداءه ثلاث أربع ساعات أنا بقول عنده مشكلة في أنفه أو ممكن العطور مش متجانس مع جلده أو الكيمية تاعة جسمه مش ضابطه مع هذا العطور فيجرب عطور ثاني ولكن العطور أداءه ممتاز جدا ما بقول أنه انترلود أو انترلود بلاك آيريس أو ميموار مثلا من أمواج اللي بتعطيك الـ 24 ساعة أو ليريك لا العطور أداءه ممتاز ولكنه مش زي انترلود فما تتوقع أنه كل عطور أمواج هي زي انترلود لا المكونات في انترلود تختلف عن هذا العطور ولكنه أداءه مرضي جدا بالنسبة إلي ثباته جيد فوحانه جيد بيعطيك يوم العمل وبزيادة التجربة تاعته خرافية يعني التجربة فريدة تجربة ممتعة تجربة انت انت بتشعر بال يعني وكأنك انت مش خسران بتشعر بالندم انك انت ما اقتنيته من فترة طويلة وبتكون كايند كثير في استخدام العطور فما بتستخد مكسير عشان تظلك محافظ على هذا العطور وما تستهلك منه كثير في نهاية الفيديو بشكركم على المشاهدة إذا عندكم أي رأي أو أي تعليق عن عطور ميندر من أمواج أو تجربة مع أي عطور من عطور أمواج الأخرى بتمنى تضيفوها في التعليقات وما تنسوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى جروب تجارب عطرية على الفيسبوك وشكرا لكم